مرة أخرى للدوري الممتاز ويمكن أخيرا بقى خلاص شفنا تاريخ معين لنهاية الدوري النهاردة اتحاد الكرة بيحطه يعني توقع حضرتك ليه الموبارات القادمة بالنسبة ليه الفلاتين يعني أكيد الكل منتظر الدوري بقى يعود وهنشوف سخونة في الموبارات القادمة نتيجة المنافسة القوية ما بين الأهل والزمالك وفي نفس الوقت برضو المنافسة القوية كابتن فيه الابتعاد عن شبح الهبوط اه بالصبت يعني لو لو مسكنا من تحتها هتلاقي الدنيا صعبة الانتاج الحربي وبعدين ودي دجلة وبعدين داخل فيها أسوان مع البنك البنك يمكن بيغرب بخاطهم للنقاط الأخيرة بيحاول يغرب من شبح الهبوط لكن المشكلة بالنسبة للثالث فرق اللي تحت دول لو كلمنا عنهم يعني الموبارات اللي جاية بنسبة لهم كؤوس محتاجين الست ماتشات اللي جايين دول مكسب إذا كان حد فيهم عايز يهرب من شبح الهبوط وانا شايف انه ده صعب طبعا لانهما هيقابلوا فرق قوية وفرق برضا في المربع وفرق بتبحث على المركز الثاني والثالث وفرق بتبحث عن البطولة فانا شايف برضا كده فيه صعوبة على التالي الفرق اللي مجود الفقه أما المقدمة طبعا في سراع بين الأهل والزمالك على بطولة الدوري السنة دي ليها طعم جبير جدا محمد والمنافسة ما زالت لحضرات احنا مش عارفين مين يكسب بطولة الدوري وده دوري خاص بالنسبة لنا نتيجة ان الحد اخر مباراة احنا مش عارفين مين او اخر مباراة مش عارفين مين حيفوز بالدوري الحاجة التانية كمان المهمة ان مجالس الادارات الاندية قدرت ان هي تقتنس او قدرت ان هي تاخد اللعيبة اللي هي محتاجاها يعني اول مرة اشوف الفرق بالطعم المجالس الادارات بالطعم فرقها باللعبة والاماكن اللي نقص عندها وده يمكن لعمل حلاوة الدوري وعمل شدية وعمل في قوة ومنافسة بشكل كبير ايه اللي يا كابتن يعني يرجح كافة عن كافة في السراع المتباقي في هذه مباراة كابتن ايه اللي يرجح كافة الاهل يعني زمالك او زمالك على الاهل يا كابتن انا بص Charlie Hammad يعني يمكن النادي الاعلي المواتير شغالة ونادي الاهلي بيطلع مباراة المباراة كل ثلاث ايام مباراة والأهل المتمرسة على كده لو رجعنا بالزمن شوية حلاقي النادي العلي كان السنة اللي فاتت قبل الأخير وبعدين رجع للمؤجلات بتاعته كسبها كلها فبدأ يتصدى الدوري وياخد الدول فالنادي العلي عده من الخبرات اللي هو يقدر في التسعة مبرات اللي جايين دول ياخدهم بنظام الكؤوس يعني النادي العلي قرأت على ثلاث نقاط لما تقول لي الأداء حقول لك نحن خلي الأداء على جنب شوية هو ده يهم ويكسب ثلاث نقاط وده اللي ماشي عليه أو سياسة مسلماني خلال الفترة مع اللعيبة والاستراتيجية اللي تباني خلال هذه الفترة إن التسعة مبرات اللي جايين مبرات كؤوس التعويض حيطرنا التعويض آسف حالة الضرون أو العزيمة حتخلينا نبعد خالص على المنافسة نادي الزمالك الراحة دي الحمد أنا مش عارف بعد المدارس نقول لك إن الراحة دي مش فايدة لي واخبارك بعد المطور شغال لما قدير شغالة واخبالك والعيبة شغالة وكل ثلاث أربعة ايام مبرات نادي يتريح مرة إنه قد توقف وبدأ ياخد راحة لمدة شاه يبان باي في أول ماتشة كابتل يعني لأول ماتشة لا لو أول ماتشة بالنسبة له يعني الزبط كسب العجلة بالدور تاني بالزبط يعني أنت التوقف تقبيب كتير قوي يعني أنا ممكن توقف ثلاث ايام أربعة ايام خمس ايام ست ايام لكن ده توقف أنا شايفه ما عرفش هل هيبقى بالإيجابي ولا بالسلبي ده اللي حي حيقولين عليه فريس الزمالك الزمالك عند الغاز لكابتل يعني أول ملقاء يعني بعد العودة أو مرة أخرى والأهلي عنده ودي ديجل ده يكون يوم أربعة اغسطس والزمالك يلعب يوم سبعة اغسطس أنا شايفك أن كل مبارات صعبة صراحة يعني على الفرقتين ويمكن ده كلام ويمكن انتنين مدربين قالوا إن إحنا مش هنكسب على طول ومش هنخفق على طول فواضح طبعا أن الأهلي عنده تسعة مبارات منطقة الصعوبة كله مبارات وأخبرك وإحنا شوفنا طبعا المباراتين اللي فاتوا آخر الجدول يعني كانوا ندل زي مع النادي الأهلي وحظوظهم كانوا في مبارات التعادل يمكن أن انتك كان ممكن يكسب وأخبرك وكان ممكن يبعادل لكن خبرة النادي الأهلي تفوقت بشكل كبير وأخبرك النقطة التانية بالنسبة لمبارات أسوان كان برضك أسوان قريبا أنها تتعادل مع النادي الأهلي لسه حنستنى الزمالك حنشوف الزمالك مع بداية مباراته مع المحلة قد بالها في رد اعتبار لأن الزمالك خسران من المحلة في الدل أولاني فيهمه طبعا أن الزمالك يرجع بقوته يرجع بالصورة اللي هو نهى عليه وفي نفس الوقت كمان يدي ثقة لجمهوره إنه هو قدير إنه هو ينافس اللي أهم كابتن إحنا نستمت بالمبارات المتوقعة بالنسبة للجدول الدوري إن شاء الله كابتن مارع ماما أنا بشكر حاضرتك كابتن